السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين يا الله سلام إذنت بنا للعيس فاني لكم إن شاء الله يزهر البروغرام كمش مشتلير القرآن سنقرع عبر إن شاء الله عن تفيت القرآن يأجر تكافينا لما لتنم سنقرع ورحمة الله إن شاء الله عن تفيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فسلت آياته قرآنا عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرد أكسرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالهات لهم أجر غير ممنون قل أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَاجْعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَعْرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِنِينَ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اعتيا طوءا أو كرحا قالتا أتينا طائعين فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي أُمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعَرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِسْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَسَمُودٍ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخذا وهم لا ينصرون وأما سمود فحديناهم فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شحدتم علينا قالوا عنضكنا الله الذي أنضك كل شيء وهو خلقكم أول مرة أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أعداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتموا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجهدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته